اما بالنسبة لمن لم يصبهم الدور واللي لم يوفق هذا العام انا بقوله اولا والله من قلبي بقول اولا قول الحمد لله الحمد لله في السراء وفي الدراء وحين البأس الحمد لله في السراء والدراء اولا لازم تحمد ربنا على كل شيء لان ربنا دي بقى النقطة التانية ربنا سبحانه وتعالى ثق وخليك عندك يقين ان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة ربنا ما بيدركش اطلاقا اذا كنت سقط فيبقى انت اللي ضررت نفسك بنفسك اذا كنت سقط وما عدتش الامتحان يبقى انت اللي ضررت نفسك بنفسك سواء بقى باهمال او بعدم اهتمام او بعدم مذاكرة كويسة او ربما كان عندك ظرف او عذر او اي ان كان ايا انت السبب وربنا عمل كده لحكمة ان يعلمها ربنا سبحانه وتعالى فكلامي لكل ولد رسم او سقط انا اسف الكلمة عافنا صعبة والاولياء امورهم كمان لا تحزنوا ولا تفجعوا احسبوها خير كل اللي بيجيبوا ربنا خير وكل اللي ربنا بيعمله خير وربما عمل كده عشان ابنك يتأخر سنة ويحصل له حاجة احسن السنة الجاية وبقول لكم هذا الكلام والله مش مغرد طبطبة كده عشان بس اهون عليكم الحزن والزعل بتاع الرسوم انا في سنتي في سنة السنوية العامة اللي انا عددت فيها الكلام ده كان بقى من عقود طويلة اوي كده مش فاكرها بس اللي انا فاكره ده كانت في التمانينات يعني انا بقول لك وهو واحد صاحبي مش سقط واحد صاحبي نجح زينا بس ما جابش المجموع اللي هو عاوزه جاب مجموع قليل ما كانش موفق في الامتعانات ما انه كان بيذاكر كويس وازل مجهود بس سبحان الله ما كانش موفق في الامتعانات الامتعانات جيه ما كانش في مركز اوي ما كانش في كامل طاقته وتركيزه وبتاع فعمل وحش في الامتعانات فجاب اعتقد حاجة وستين في المية وقتها وقتها في سنة تقت المجموع عالية شوية ده انا كنت جايب تسعين في المية وكنت ادبي فتسعين في المية ادبي ده كان حاجة عظيمة ومعظم الناس عندنا في المدرسة بتاعت اللي احنا كنا فيها في التنوية العامة جابوا تمانين تسعين هو جاب حاجة وستين وساعتها ابوه امه قالوله خلاص يا ابني حنخش بقى اي حاجة وخلاص اللي حصل حصل وهو قال لا وعاد السنة بقراطته وعاد السنة بقراطته هو اسمه حسن بالمناسبة ويمكن يكون سامعني دلوقتي عاد السنة بقراطته وعايز اقول لحضراتكم تصدقوا ان انا ممكن اجيبهه لكم الاسبوع الجاي نموذج عشان تشوفه بسم الله من شاء الله يعني هو ناجح وظابط كده مش ظابط بريس بس ظابط مستقبله عاد السنة بقراطته وجاب السنة اللي بعديها 87% ودخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية ايوه ويه بسم الله من شاء الله دلوقتي حاجة تفرح في السنج التبلوماسي عندنا في مصر ليه لانه عمل اللي انا بقول لكم عليه ده انا كنت قاعد معاه بعد ما طرعت النتيجة ومش حلوة مسقتش بس كان جاب حاجة وستين فكان زعلان ومددهي وبتاع فبقول له معلش وحصل خير وبتاع قال لي لا طبعا خير وربنا بعملش غير الخير وقلت له طبعا تعمل يقال لي عيد السنة فانا بقى بالتفكير القديم قلت له يا راجل وحتضيع سنة من عمرك وبتاع قال لي ضيع سنة من عمري ولا ضيع عمري فبصراحة لقيت حكمة عند هذا الشاب في وقتنا انا بخدش متوقع قال لي الجملة دي كده قلت له هتضيع سنة من عمرك قال لي ضيع سنة من عمري ولا ضيع عمري كله انا هستثمر السنة دي فان انا زاكر كويس واجهز كويس شانخش الحتة اللي انا عايزها عشان ابقى حاجة كويسة ومش فرق العشر تشر اللي جايين دول انا اعتبرهم يعني نوع من انواع كده الرفاهية اللي انا بذاكر فيها تاني علشان بقى احسن وحصل وتخرج باخصار عم سياسية ودخل الامتحامة عوزات الخارجية وقبل وبقى حاجة حلوة اوي اوي تشرح دلوقتي بس طبع مش مسموح لان اقول اسمه بالكامل عشان دي يعني اصرار حياة شخصية هو اللي يعلنها بنفسه مش انا اللي اقولها بس انا بوجه له التحية لانه كان حكيما في زمن مبكر وكان عارف هو عايز ايه ووثق بربنا وقال ربنا ما بيعملش حاجة وحشة انا هستثمر اللي ربنا عمله ده عشان اكتب الخير لنفسي والحمد لله ربنا كتاب له الخير وبقى حاجة تفرح فلكل من لم يوفق في هذا العام ارجوكم لا تحزنوا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم